بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة دلوقتي مع حضرتكم صفحة 91 لغاية صفحة 97 في كتاب بنك الأسئلة بتاع المعاصر الامتحان شامل على المنهج كله في نمبر 1 بيقولك ده كرسي أو مقعد معلق من حبال أو سلاسل غالبا أو عادة بيستخدم بواسطة الأطفال عشان يلعبوا عليه بإنهم يحركوا فورورد and باكورد إلى الأمام والخلف بإستخدام رجليهم ده معناه إيه يعني لدغة أو يلدغ ولا مرجحة الإجابة طبعا مرجحة بس لو سمحتوا حنشيل الإس هنا لأنه هو أي اللي هنا آه أو آن فعايز بعدها مفرد فمش مفروض أنها تبقى swings مفروض أنها تبقى swing بس تعال بعد كده على صفحة 92 نمبر 2 بيقولك يعني حصل على جائزة على شن نقط يعني النظرية النسبية أو الكمية بتاعته طيب حصل على الجائزة دي تعالى إيه على شنسي بريشن فصل يعني أنه يفصل تفصل شيء عن شيء تشتت يعني جدال أو نقاش أو طرح ولا الإجابة نمردي على مساهمته في النظرية الكمية تعالى بعد كده على ثلاثة بيقولك كثير من الشباب يعني يمارس بتساوي براكتس على طول هو نقط كثير من الشباب أنه هما يمارسوا الرياضة هو كان يعتبر بالنسبة لهم المثل الأعلى أو القدوة أو النموذج الإسباير دي ألهمة إكسباير دي يعني مدة صلاحيته تخلص ريطاير يتقاعد أو يطلع معاش يعني لا يشجع أو يشتت يعني إيه إسباير دي ألهمة نمبر فور هو أكبر نقط في المنطقة دي إمبلوية بالقابل للتوظيف إمبلوية يعني موظف ولا إمبلوية صاحب شغل بيشغل الناس عنده ولا إمبلوية الموظف نفسه يبا لإجابة نمردي إمبلوية صاحب عمل هو المحل ده بيشغل عنده ناس كتير أو هو أكبر مكان ممكن يوظف حد نمبر فايد كلمني لما تكون غاضب أقل أو تأففك أو تذمرك أقل المراد بقى بتاع كلمة جرامبي اللي هو الشخص الغاضب أو المتذمر أو المتأفف دوت هل هي غير مسؤول ولا غاضب ولا يعني صار طبعا الإجابة نمرد بي irritable يعني مرادف لكلمة جرامبي متذمر irritable غاضب نمبر سيكس to push your lower lips إنك تضرب بوزك لقدام شفتك التحتناية لقدام because you are annoyed لإنك متضايق or unhappy أو غير سعيد means to powit اللي جابة نمرد d powit يعني يبوز طبعا نمرد a pair يعني زوج من فردتين يعني و pair يعني القرين أو الصديق لأقران peers وبعدين poor يعني يصب أو ينهمر تعال بعد كده على نمبر 7 you should teach your students يعني بغي إنك تدرس طلابك to depend خلاص depend on their minds يعتمدوا على عقولهم not the calculator مش يعتمدوا على الألة الحسبة number 8 وطبعا نمبر 8 هتلاقيها آخر جملة تبع الكلمات بعد كده هيسأل في القواعد من new laws كثير من القوانين الجديدة are set to انشئت أو اتعملت علشان all investment obstacles عقبات الاستثمار طبعا الاستثمار المستثمرين لما بيجوا بيبقى قدام منهم عقبات القوانين الجديدة معمولة علشان تعمل ايه في العقبات دي fight تحارب العقبات assist تساعد العقبات encourage تشجع العقبات support تدعم العقبات يبقى القوانين معمولة علشان نتغلب أو نحارب العقبات اللي قدام الاستثمار خلصوا التمن دبل بتوع الفوكاب هتلاقي بعد كده حضرتك من number 9 لغاية اخر الاسئلة بتاعت لغاية 16 هتلاقي 8 جمل تانين على القواعد بيقول لك when the passenger عندما الراكب ادي وين اهي رابط the passenger الراكب او المسافر had reached ادي ماضي تام the airport المطار the plane took off ماضي بسيط الطائرة اقلعت عندما الراكب وصل المطار الطائرة اقلعت ده معناقي يا جماعة طب نفكر مع بعض الاول قبل ما نروح نختار الاجابة الصحيحة مش هاد ريتشت ده ماضي تام والماضي التام لازم يكون حصل وخلص قبل الماضي البسيط اه ودي الماضي البسيط طب كويس معنا كده مستر الكلام بالعربي بيقول ان عندما الراكب وصل المطار الاول الطائرة طلعت يبقى لحقها ولا ملحقهاش لحقها لاجابة نمرت ايه he coat the plane لحق الطائرة او عرف انه هو يسافر بالطائرة لانه وصل الاول قبل ما تقلع number 10 on space the result he was very happy احنا عارفين انه on معناها عنده بتسوي on بس بيجي وراه فعل زائد ing on seeing the result عنده رؤية النتيجة he was very happy كان سعيد جدا number 11 i let my children انا باسمح لاطفالي وده درس من الكوزاتف قد الفاعل i وقدي let فعل اهو بمعنى يسمح او يدع او يترك وقدي my children اطفالي مفعول وعارفين ان let بيجي ورا الفعل في المصدر مباشرة بدون to وكمان تعمل حسابك ان let لا يبنى للمجهول وباستخدم بداله اللاو يبقى i let my children انا اسمح لاطفالي او اترك اطفالي use my mobile اللي يستخدمه تليفوني to play some games علشان يلعبوا بعض الالعاب number 12 بيقولك the boy thought that he didn't bring the notebook الولد اعتقد انه لم يحضر الكراسة الله يعني هو جابها بس هو كان فكر انه ما جابهاش the boy الولد thought اعتقد فكر يعني انه هو لم يحضر الكراسة بس ده بيقولك انا والله تصدق انا كنت فكر انه ما جيتش الكراسة معناها انه جابها بس ناسي انه جابها this means that he forgot وده معناه انه هو نسي وانت عارف انه فورجيت بيجي وراها حاجتين تو زائد المصدر نسي انه يعمل الحاجة يعني ما عملهاش او فورجيت بيجي وراها فعل زائد ing لما يبقى نسي انه عمل الحاجة تصدق كنت ناسي ان انا جاب التليفون معايا كنت فكر ان انا نسيته يبقى معناه كده ان هنا الاجابة هتبقى ايه الاجابة هتبقى نمردي bringing he forgot bringing the notebook نسي احضار الكراسة معناها انه جابها ونسي انه جابها 13 why space اده درس الاقتراحات why space you have something لما لا تتناول بعض الشاي الاجابة ثابتة ومعروفة للاختراحات why don't you يعني لما لا لما لا تتناول بعض الشاي يعني باقترح عليك بقولك ما تشرب شوية شاي بل الاجابة نمرد b why don't you 14 بيقولك i promise انا اوعد حلوة اوي مش كلمة promise دي عارفينها تبع مين في الازمنة i promise i know at you 200 pound متين جني when you pass this course لما تنجح في الكورس دوت او تعدي في الكورس ده يبقى انا اوعدك ان انا سوف اعطيك يبقى الاجابة نمرد بي will give ليه لان promise من الكلمات بتاعت will زائد المصدر الكلمات بتاعت المستقبل البسيط number 15 it wasn't space the mobile had rung three times that he answered لغاية لما هو run يعني يدوب التليفون run 3 مرات لما هو رد على التليفون ودي حاجة سابتة في زمن الماضي التام او في قواعد الماضي التام it wasn't until مفيش عند حضرتك it wasn't until هتبقى it wasn't till لم يكن حتى ان التليفون رن 3 مرات لغاية لما رد عليه ادي it wasn't until اهي ودي ذات اهي ادي it wasn't until جاي وراها ماضي تام ودي هنا الماضي البسيط يبقى دية قاعدة ماضي تام ماضي بسيط بما لقيتش wasn't until خلاص عندك wasn't till مفيش مشكلة number 16 have you come first انت طلعت الاول في ناس كتيرة هتيجي هنا عند الفراغ ده وتختار yet ما هي it يا مستر بتيجي اخر كلمة في جملة وضارع تام نفي او سؤال وطالما ده سؤال هحط yet يبقى ما ينفعش اقول yet هتبقى هنا already هو انت طلعت الاول فعلا انا مش مصدق نفسي او مش مصدق عناي او مش مصدق وده ني يبقى اللي جاب نبرت ايه have you come first already تعال بعد كده على القطعة وحنجرب ان شاء الله الاستراتيجية اللي احنا ماشيين بيقول do dragons exist today هل التنانين جمع تنين موجود النهاردة although often dismissed as a mythical creature وبالرغم انه الكلام ده مرفوض لانه دوت مخلوق اسطوري we actually نحن فعليا live among several different types of dragons احنا فعلا عايشين وسط انواع عديدة من التنانين تمام تعال الفقرة اللي بعديه the blue dragon التنين الازرق is a marine snail عبارة عن قوقع بحري وذو تقشل بدون صدفة مفيش على ظهره صدف جميل تعال الفقرة اللي بعديها blue dragon اذا الرجل بقى مستقصدنا عمال يتكلم عن التنين الازرق يعني الرجل قال ان فيه تنانين وبدأ يحكي عن التنين الازرق اللي موجود في البحر دوت لانه عبارة عن قوقع بحري اهو ومكمل معاك blue dragon feed on boysoness man of war jellyfish التنين الازرق ده بيتغزى على نوع من انواع سمك اسمه jellyfish سمك jelly اسمها man of war رجل الحرب and other similar species والانواع المشابهة لها تمام لسه هيكمل وفي الفقرة الاخيرة برضو بيتكلم عن التنين الازرق بيقول هذه المخلوقات are rarely visible نادرا ما بنشوفها يعني ما بنشوفهاش كتير نادرة الرؤية for study للدراسة and observation والملاحظة except for إلا إذا when they approach land عندما يقتربوا من اليابس during times of onshore winds أثناء الرياح التي تهب نحو الشاطئ جهد جدا تعال بقى على 17 the best title for the passage is أحلى عنوان للقطعة دي إيه jellyfish سمكة الجليfish لا أولا متكلمش عن الجليfish هو بيتكلم عن blue dragon نوع من أنواع التنين أو الأصداف البحرية حلو والراجل هنا جاي بالجليfish على أساس أنها أي منه بيتغز عليها طيب ولا بيتكلم عن predators يعني الحيوانات المفترسة لا الحيوانات المفترسة هو ذكرها هنا تمام لكن طبعا دي جزء من براجراف مش الموضوع الموضوع كله عن التنين حلو ولا the blue dragon التنين الأزرق أيوة مركز على التنين الأزرق كنموذج بحري للتنين أميثيكا الكرييتشار كائن أسطوري لا ما هو ما بقاش أسطوري بقى نحن كلنا فاهمين أنه أسطوري لكن هو مش أسطوري ما هو موجوده موجود منه على البر أنواع وموجود منه في البحر كمان أنواع فهو ركز على النوع البحر يبقى لجبه the blue dragon التنين الأزرق طيب تعال على 18 بيقول لك predators مالهة دي بقى are not according to the best عبارة عن إيه طبقا للقطعة animals which hunt other animals for food حيوانات التي تصطاد الحيوانات الأخرى من أجل الطعام حيوان بيأكل حيوان يعني علشان يتغزى ولا animals which are prey for other animals ولا حيوانات هي فرائص لحيوانات أخرى ولا blue dragons which live under sea water ولا التنين الأزرق اللي بيعيش تحت سطح الماء ولا marines البحريات أو الحيوانات البحرية which help each other to survive بتساعد بعضها البعض على النجاح تعال لما تشوف predators دي يعني إيه بيقول لك they use this poison بيستخدموا السم ده as a defense كدفاع against ضد predators التنين دي بتستخدم هذا السم كدفاع ضد predators يبقى ضد مين بقى ضد اللي بيحاول يأكلوا يبقى predators دي يتمعناها الحيوانات التي تصطاد الحيوانات الأخرى من أجل الغذاء الإجابة نمرت إيه تعال بقى معال البشع على رقم 19 بيقول لك does the coloring of this the blue sea slug هل التلوين أو الألوان بتاع the blue sea slug اللي هو القوقع البحري الأزرق اللي هو التنين الأزرق ده provide تزود أو تمد camouflage camouflage يعني التموية هل اللون بتاع الحيوان البحري دوت بيعطيه نوع من التمويه علشان خطر محدش يكله how كيف الإجابات no لا it floats right side up so the blue faces down the water لا أصل هو بيتشقلب علشان اللون الأزرق يواجه قوع الماء أو يواجه الناحية التانية نحية الماية ولا it's blue coloring makes it blend in with ocean waves لا أصل لونه الأزرق بيخليه يختلط بأمواج البحر والليس أيوة the underside of the slug is blue اللون التحتاني بتاعه أزرق and it's back والظهر بتاعه is a grayish color لون كده مائل إلى الرمادي والليس it's quartz it's quartz معناها يرش أو يبخ نعم لأنه بيبخ أو بيرش blue poison ثم أزرق into the water في الماء to conceal it from predators to conceal it يعني يدريه أو يحجبه عن المفترسات أو الحيوانات المفترسة حضرتك اطلع معايا على الفقرة الثانية أيوة آخر السطر الثالث the underside of the slug جزء التحتاني أو الجانب الأسفل من هذا القوقع is blue لونه أزرق and it's back وظهره is grayish color وظهره لونه مائل إلى اللون الرمادي حلو يبقى الإجابة بتاعت حضرتك إيه إجابة نمرتسين قادر على التموين لأن فيه لونه لونين أزرق ورصاصي رصاصي علشان خاطر إيه الظهر بتاعه من فوق للطيور اللي جاية تاكله من فوق ومن تحت لونه مزرق علشان يدي لون المية فمي إيه فالحيوانات الأسماك ما تعرفش تاكله هي كمان تعال على توينتي بيقولك إيه إيه هي الفكرة الرئيسية للبراجراف الأول حلو تخمين التفاصيل تخمين أباوث داتوبك عن الموضوع وأنا هخمن نحن بنقرأ ختام الموضوع إزاي يبقى البراجراف الأولاني وإزاي يختم تقديم المؤلف إعطاء أمثلة على الحيوان أو الوحش الأسطوري أو هذا الوحش اللي اسمه التنين تعال كده في المثال شوف بيقولك فور اجزامبل على سبيل المثال يوهاف سين ادراجون فلاي انت شفت زبابة التنين هوبرينج ان سامر وهي بتتنطط في الصيف سامر جاردن في الحديقة قرد أباوث أكومودو دراجون ليزارد أو حتى إنك قريت عن السحلية اللي اسمها سحلية التنين الكومودو كمان المحيط فيه وكمان له نصيبه من التنين يبقى كده الرجل بيتكلم في الفقرة الأولى على أمثلة على هذا الحيوان اللي احنا فاكرينه أسطوري يبقى الإجابة حضرتك تعال على ايه هو الدفاع الرئيسي اللي بيستخدمه التنين الأزرق ضد بريديتورز المفترسات أو الحيوانات اللي عايزة تفترسوا إت فلوتز بيطفو أبسايد داوين بالمقلوب إن ووتر في الماء ولا إت ستورز بويزون بيخزن سوم أند ستينجس بريديتورز ويلدغ به المفترسات ولا إت فيتس أون بويزون أسجيل فش ولا بيتغزع على السمكة السامة أسجيل فش ولا إت موفز تو كوستال ووترز بينتقل أو بيتحرك لكي يصل إلى المياه الساحلية أو المياه الضحلة تعال حضرتك معايا على الفقرة ثلاثة وإحنا نعرف الرجل دا بيعمل فقرة ثلاثة بيقول لك بتتغزع على النوع دا من الأسماك السامة والأنواع المشابهة لها لما الطعام يكون نادر بيأكلوا بعض بيجمعوا المواد السامة من سمكة الجيلفش وبتخزنها في أعضاء في جسمها تشبه الصوابع بتاعت الإنسان هذه القدرة تستور بويزون على تخزين السم بتعطيهم لدغة أقوى بكتير أكثر من السمكة الجيلفش اللي بيتغزوا عليها أصلا أهو بيستخدموا السم دوت كدفاع ضد الحيوانات اللي بتحاول تفترسهم ذاستينج اللدغة كان قلصو بي فلت باي بيبل ممكن كمان تشعر بيها لو انت قربت منه كإنسان يلدغك وهتحس بلدغته لأن لدغته قوية يبقى إجابة السؤال رقم واحد وعشرين بيخزين السم ويلدغ المفترسين 22 رأي الكاتب أو باوت مارين لايف عن الحياة البحرية تعال نقرأ الاختيارات وانت حتجاوب من غير ما نطلع للقطعة أصلا رأي الكاتب في الحياة البحرية خطيرة لدراسة الحيوانات الضخمة rich in various creatures غنية بالمخلوقات المختلفة والمتنوعة poor فقيرة and doesn't deserve to be studied ولا تستحق الدراسة obvious واضحة to differentiate among animals واضحة لدرجة ان انت تقدر تفرق بين الحيوانات جابني بريد بي rich in various creatures غنية بالمخلوقات المختلفة والمتنوعة وبالرغم ان هو ما ذكرش الكلام ده خالص في القطعة فوق ولا جاب سيرته 23 it's not to study the blue dragon انه نقط انك تدرس التنين الازرق easy سهل difficult صعب popular شعبي او محبوب common شائع او منتشر جيبها من الفقرة الاخيرة اهيه يقولك ان these creatures are rarely visible نادرا ما بتشوفها فورستادي للدراسة والملاحظة يبقى كده دراسته يا جماعة ما بيظهرش اصلا نادر يبقى دراسته صعب number 24 using different colors استخدام الالوان المختلفة protects the blue dragon from بيحمي التنين الازرق من ايه بيحمي التنين الازرق من ايه تعال بقى حضرتك شوف كده هتلاقي في اخر الفقرة التانية مثلا الاجابة بتاعتك ادي الفقرة التانية اخرها the underside جزء التحتان of the slug من التنين is blue ازرق and its back is grey color وظهره لونه مائل الى اللون الرصاصي this helps to conceal وده بيساعده على انه يداره from birds من الطيور flying overhead اللي طايرة فوق دماغه and from fish swimming بلوقه من السمك اللي عايم تحت منه يبقى من فوق مد اللون الرصاصي هيخلي الطيور ما تميزوش وما تعرفش تاكله ومن تحت مد ازرق علشان خطر الاسماك اللي جاي من تحت على فوق علشان تاكله هتلاقي لونه ازرق فمش هتعرف تاكله لانه مش هتميزه عن لون البحر طب كويس يبقى الاجابة بتاعتنا ايه يا فندم الاجابة بتاعتنا نمرت ايه from fish and birds من الاسماك اللي تحت والطيور اللي فوق طيب ينفع مستر اقول بلوق birds and birds الطيور والحيتان ما هو ما هو الحيتان من الاسماك فهو الرجل في نص القطعة قال من السمك اهو من السمك يبقى بتكلم هنا اهو from fish swimming below من الاسماك اللي بتعوم تحت منه يبقى كده احنا هنطلع لان الحيتان جزء من السمك يعني هو فصيلة من فصيلة الاسماك يبقى هنطلع من الخلاف وناخد الاجابة نبرت ايه fish and birds تعال الفقرة اللي بعدين يقولك a new kind of attack is being used by dishonest people to steal ids and credit card numbers from innocent web servers في نوع جديد من انواع الهجوم يستخدم بواسطة الناس الغير امناء لسرقة الهويات او البطايا الشخصية ارقام البطايا and credit card numbers وارقام الكارت البنك from innocent web servers من المتصفحين الابرياء للانترنت حلو يبقى الرجل بيتكلم عن جرائم الكترونية تعال تحت for example على سبيل المثال fishers الاحتيال الالكتروني الناس المحتالين على النت might use fake emails ممكن يستخدموا emailات مزيفة and false websites ومواقع انترنت مزيفة to convince علشان يقنع convince people علشان يقنع الناس into revealing ان هو يبوح او يفشي credit card numbers ارقام الكروت الاقتمان account user names والاسم المستخدم بتاع الحساب and passwords وكلمات السر رائع انزل على الفقرة التالتة currently حاليا more than 350 million people have access to the internet دلوقتي حاليا اكتر من 350 مليون بني ادم عندهم استخدام للانترنت and 75% و 75% منهم خلي بالك منهم live in the wealthiest countries on earth بيعيشوا في اغنى دول العالم so fishers عشان كده المحتالين can make a lot of money يقدروا يعملوا فلوس كثير ما هو غالبيتهم اغالبيت الزباين اللي بتقعد على النت اغنية فلما يتحكوا عليه هم هيعرفوا يجيبوا فلوس كويسة لانهم بيتحكوا على ناس اغنية مش ناس على قد حال فقرة اللي بعدها بيقولك people have to learn نشوفها معلش عشان هيسألك بعد شوية تحت الناس لازم تتعلم يبقى البراجراف ده بيتكلم عن ايه لازم الناس تعرف تتعلم انهم يتعرفوا an email على الاميل that has been sent by official لازم الناس تبدأ تتعلم وتعرف ان هي تعرف شكل ال email اللي مبعوث من واحد مصاب او محتاب يبقى البراجراف دوت الفقرة دي بتكلمك عن ايه توعية للناس بيعرف الناس الطريقة ازاي فلته من ايد المصابين والمحتلين على الانترنت جميل جدا تعال على السؤال 25 يقولك which of the following summarizes the last paragraph ايا مما يأتي شفت اول سؤالها ايا مما يأتي يلخص الفقرة الاخيرة اللي بيقولك الناس لازم تعرف ازاي يتميز ال email بتاع النصاب من ال email الحقيقي ايا مما يأتي يلخص الفقرة الاخيرة how can fishers deceive innocent people كيف النصابين او المحتلين بيخدعوا لا ده هو عايز الناس تعرف ازاي تمام يعني دلوقتي بيدي الناس طريقة يحموا انفسهم مش بيدي الناس مش بيقول للناس النصابين بيشتغلوا ازاي يبقى الفقرة دي بتتكلم على الاجابة المريد بي how can innocent people protect themselves كيف الناس الابرياء يحموا انفسهم how can the government track the fishers كيف الحكومات تتبع المحتلين or how can innocent people get their money back ولا ازاي الناس الابرياء يرجعوا فلوسهم اللي اتخذت منهم بل اجابة المريد بي 26 the best title for the passage is افضل عنوان للقطعة ده سيفز اللصوص the internet the internet fishing الاجابة المريد C الاحتيال او النصب الالكتروني طبعا fishing المريد D صيد الاسماك وهتعرف دلوقتي من الاسئلة انه اذكرها فوقه وجايب سيرتها لان فعلا فيه علاقة بين صيد الاسماك والمحتلين لان المحتل اصلا بيرميلك طعم علشان يصطادك بيه بس بدل ما بيصطاد سمك بيصطاد فلوس بني ادم او بيصطاد الحاجات المعلومات بتاعته والبيانات بتاعته وهتعرف دلوقتي كله 27 اهو like the fisherman مثل صياد السمك the fisher المحتال مالو يا باشا تعال وانا وريلك فوق ايه العلاقة بين الاثنين سواء كان دوت او دوت اهم this new kind of attack is called fishing اسمه الاحتيال which sound is the same as the word fishing واللي صوتها او نطقها بالضبط زي كلمة fishing اللي بالاف and it implies وهذا يتضمن that a thief ان اللص is trying to lure people بيحاول انه هو يغري او يغوي الناس into giving away valuable information في انهم يدولوا معلومات ثمينة او قيمة زي ايه like real fishermen زي الصياد الحقيقي بتاع السمك fishers المحتالين use bait بيستخدموا الطعم او الاغراء in the form of great online deals or services في شكل صفقات او خدمات كبيرة على الانترنت بيرمي لك الطعم زي صياد السمك ما بيرمي الطعم بالضبط للسمكة علشان يصطادها هل بقى like the fishers uses the praise credit card and ID to steal money بيستخدم كارت الاقتمان وبطاقة الهوية بتاع البحية علشان يسرق فلوسه طبعا بيعمل كده فعلا وفي نفس الوقت الصياد السمك بيعمل كده بس مش بياخد فلوس علشان يصطاد ايه سمكة طيب uses mask بيستخدم الاقنعة and bait والطعم to hunt his money علشان يصطاد فلوسه مظبوط طبعا هو صياد السمك بيستخدم الطعم علشان يصطاد سمكة طب ايه الماسك ده الماسك ده اللي هو القناع صياد السمك السمكة ما بتشوفوش والتاني برضو اعدلك على الناحية التانية على كمبيوتر تاني او على لابتوب تاني وعمل ايه عمال يصطاد فيك نفس الحكاية برضو ولا uses other names بيستخدموا اسماء اخرى اه يعني هو النصاب هيستخدم اسمي تاني to deceive others لخداع الاخرين ولا all of the above جميع ما سباق والله انا شايف برضو ان الصياد السمك هو كمان بيخدع السمكة بس ما بيستخدمش اسم بيستخدم الطعم او السن بتاع السنارة فاحنا هنعتبر ان كل دوت وجه تشابه بين مين بين صياد السمك وبين المحتال الا اذا كانت الاجابة طبعا نمرت ايه فقط وفي نفس الوقت نمرت بيه هتلاقيه كاتب فوق بيت الطعم في القطعة نفس الحكاية اهو يبقى انا كده لو انا عايز اخد ايه بس هلاقي ان بيه هي كمان صح طيب يبقى لو ايه وبيل اتنين صح يبقى انا كده ايه احط معاهم نمرت سي واروح على الاجابة الاسلام واخد الاجابة دي اول اف دي اضاف ان جميع ما سبق ينفع وجه مقارنة او تشابه بين صياد السمك وبين المحتال الالكتروني 28 تقدر تحمي معلوماتك المالية معلومات حساباتك وفلوسك بواسطة ايه اوعى تفتح البريد الالكتروني بتاعك طيب انا هنشتغل ازاي ما تبعدش ايميلات اصلا خالص لحد برضو هنشتغل ازاي عدم ارسال اي معلومات مالية عنك لأي حد ولا لا تفتحش خالص بياناتك ومعلوماتك المالية في اي وقت لا تعطي معلوماتك البيانات الشخصية المالية عن نفسك لحد 29 نقدر نعمل ايه علشان نحمي انفسنا اوعى تتصفح الانترنت انت خالص خليك مرعوب من كل الاميلات والرسائل فكر بعناية قبل التعامل مع اي نيو ايميل اي بريد الكتروني جديد والرسائل ايه كل الحكاية ان الرجل عايزك تبقى حريص ولا اقول ولا على طول رد بسرعة اي ميلات او البريد العاجل لما يطلب منك معلومات خاصة او شخصية لا يبقى انا الحكاية كلها ان انا اركز اكون حريص افكر بالراحة ثلاثين what is implied about the people who get caught in fishing scams ايه هو الشيء المذكور ضمنيا في القطعة implied يعني موضوع محطوط كده ضمن القطعة تمام؟ ومذكور عن الناس اللي بتتمسك in fishing scams في النصب الالكتروني الناس اللي بتيتقبض عليها ذاكر عنهم ايه او ايل عنهم ايه في القطعة هل هم few of them have jobs قليل منهم عند وظيف most of them live in very rich countries معظمهم عايش في دول غنية جدا they are very young people هم شباب صغير خالص ولا they often buy different things online ولا بيشتروا حاجات مختلفة من على الانترنت غالبا تعال حضرتك في اخر الفقرة الثالثة وانا وريكي الايجادة هذه الفقرات هي قدامك الفقرة الاولى فوق ودي التانية ودي التالتة في اخر الفقرة الثالثة recently في الفقرة الاخيرة في الفترة الاخيرة police have tracked down members الشرطة تتبعت افراد of an organized fishing group من عصابة بتاعة نصب الالكتروني منظمة in eastern Europe في شرق اوروبا شرق اوروبا اغنى دول العالم في شرق اوروبا who had stolen hundreds of thousands of dollars والذين استولوا على مئات المليارات مئات الالاف من الدولارات from people online من على الانترنت من الناس حل يبقى الاجابة most of them معظمهم live in very rich countries عايشين في دول غنية جدا thirty one افشر النصاب الالكتروني his victims الضحايا to give him ان هما يدوه their personal information معلوماتهم الشخصية defense يدافع tempets يغري supports يدعم او يساند service يخدم اجابة نبرد بيه temps يعني يحاول انه هو يغري او يحاول انه هو يحفزه انه هو يدي بيانات شخصية 32 according to the passage بالطبقة للقطعة convince can be replaced by the word ممكن تستبدل بالكلمة ايه تعال فاندم convince عندك في الفقرة التانية اهيه بيقول لك they imitate well known banks بيحاول انه هما يقلدوا البنوك المشهورة والمعروفة online sellers او البيعين عن طريق الانترنت and credit card companies وشركات كروت الاقتمان successful fishers النصاب او المحتل الناجح may convince يقنع as many as 5% حوالي 5% من الناس they contact اللي بيتواصلوا معاهم يعني الناجح فيهم لو حاول ان هو يراسل 101 بيعرف يوقع منهم 5 يبقى الاجابة هنا convince بمعنى يقنع هتروح على الاختيارات هتلاقي فيهم كلمة persuade يقنع طبعا في ناس هتقول encourage يشجع مفيش تشجيع هنا الموضوع موضوع اقنع مش تشجيع طيب تعال بعد كده على الترجمة في صفحتي في رقم 33 صفحة 95 بيقول لحضرتك هنا في رقم 33 recently مؤخرا او في الفترة الاخيرة ايجبت مصر تحاول بجد to be one of the countries انها تكون واحدة من الدول that have several tourist attractions اللي يكون عندها عوامل جذب سياحي عديدة اجابة بتاعت حضرتك هي دال تحاول مصر بشدة في الفترة الاخيرة ان تكون واحدة من الدول التي لديها العديد من عوامل الجذب السياحي ألف غلط لانه بيقول لك لقد سعت مصر بقسوة طيب نمرد به تسعة بشدة مؤخرا طب ماشي عم تسعة وبشدة هنبلعها ألا تكون انها ما تكونش ما ينفعش تحاول مصر بقوة في الفترة الاخيرة ان تكون احد من الدول حلوة احد من الدول دي مش عارف العربي ده وبعدين من عوامل الانجذاب لا يبقى ليجابة من الدال هي المظبوط 34 بيقول لك it's clear that من الواضح ان transplantation of human body organs زراعة الاعضاء البشرية has developed تطورا greatly بشدة او بشكل عظيم او بقوة او بشكل كبير through the recent years عبره او من خلال السنوات الماضية او السنوات الفائتة او السنوات الاخيرة يبقى ليجابة عند حضرتك هي نمرد به من الواضح ان عمليات نقل الاعضاء الجسم البشري قد تطورت كثيرا خلال السنوات الاخيرة طيب نمرد قلب بيقولك اصبحها من المسلم به ما قالش الكلام ده تمام هو ما قالش فوق it was taken for granted مثلا تمام نمرد جين بيقولك اصبحها من المؤكد انها ما فيش برضو من المؤكد تمام وبعد كده بيقولك من الواضح ان عمليات نقل الجسم البشري كله لا هو بينقل اعضاء حضرتك لسه ما نقلوش الجسم البشري كله وما دلغاية دلوقتي بينقلوا الجسم البشري في حكة واحدة بس كلنا عارفينها لكن لسه ما عملوش حكاية نقل جسم الجسم دي 35 بيقولك اصبحت الطبيعة احد اكبر اعداء الانسان في الفترة الاخيرة هل تعتقد ان الطبيعة تثقر مما فعله الانسان بها؟ تظن ان الطبيعة فعلا بتحاول ان هي تثقر من الانسان واللي عملوا فيها؟ طيب تعال اما ناخد الاجابة عند حضرتك اللي هي هتلاقيها الاجابة نمرت سي في الفترة الاخيرة نيتشار الطبيعة هاس بيكم اصبحت واحدة من احد اكبر اعداء الانسان هل تعتقد ان نيتشار الطبيعة تنتقم مما فعله الانسان هاس دون فعله بها؟ طيب نمرت ايه؟ تطلع غلط ليه يا مستر؟ نمرت ايه؟ تطلع غلط عشان بيقولك هاس بيكم هي المفروض هاس ووراها تصريف التالت بيكم دي بي كيم يا فندي طيب تعال نمرت بي نيتشار اس بيكمنج بيقولك الموضوع دوت حصل ان احداء الطبيعة اصبحت يبقى هيحطها في المضارع المستمر ازاي؟ مفروض تتحط يا مده بسيطة مضارعته؟ حلوة اوه تعال على نمرت دي طيب ونمرت دي غلط لنفس الحكاية بيقولك نيتشار بيكم زي مضارع بسيط يعني في نمرت بي حطها مضارع مستمر وفي نمرت دي حطها مضارع بسيط والاتنين ما ينفعوش فوق في نمرت ايه؟ حطها هاس اه بس ما جابش بيكم جاب بيكم وفروض تصريف تالت بيكم 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 يبقى الإجابة كده يا فنديم هي الإجابة نمرت سيل مظبوطة 36 من المتوقع أن تتوقف طباعة الصحف في العقود القديلة القادمة سنقرأ الأخبار عبر الإنترنت لذلك سنحتاج إلى معرفة المزيد من المواقع الإلكترونية الجديدة التي يمكن أن تعطينا وجهة نظر متوازنة تمام ناخد الإجابة هتطلع معنا الإجابة ايه؟ هتطلع الإجابة نمرت دي in the next few decades decades يعني عقود يبقى نمرت سي years غلط علشان بيقول سنوات يبقى دي نمرت سي برا in the next few decades في العقود القليلة القادمة I think that أعتقد أن we will نحن سوف هابستوب ده هابستوب ده هابستوب ده هابستوب ده هابستوب ده هنكون توقفنا عن إيه؟ برينتينج طباعة الصحف هنا الرجل بيقولك إيه؟ برينتينج نيوسبيبرز تلوين الصحف لأ برينتينج طباعة الصحف we will be reading مستقبل مستمر we will be reading هنكون بنقرأ the news الأخبار online عن طريق الإنترنت so we will need زالة سوف نحتاج تونو أن نعرف أباوت عن new websites مواقع إلكترونية جديدة that can give us والتي يمكنها أن تعطينا a balanced point of view وجهة نظر متوازنة تمام كده؟ تمام طب دمرت ايه غلط لي يا مستر عشان بيقولك we'll have continued المفروض ان احنا بيقولك we'll have ايه؟ we'll have stopped هنا بيقولك هنستمر هنستمر مين هو بيقولك هنتوقف عن قراءة الصحف المطبوعة يبقى continued يستمر وبينتينج ويرز كده اللي مخلين دول ايه ايه وبي وسي غلط لكن الإجابة الصحيح هي دي تعال على سبعة وتلاتين وبيقولك which of the following sentences ايا من الجمل الاتية has the correct punctuation بها الترقيم الصحيح وطبعا طالما جاي برابط يبقى عايز في النص كومة يبقى ما فيش ولا واحدة صحة غير نمرت سي as i was walking by the nail وانا ماشي جنب النيل the moon rose الامر كان طالع تمانية وتلاتين بيقولك which essay tells a story مين في انواع الروايات بيحكي قصة قلنا قبل كده الإجابة نبرد دي narrative الروائي او القصصي تعال على تسعة وتلاتين بيقولك which of these you is used between sentences which are grammatically independent جمل مستقلة من ناحية القواعد يعني كل جملة منفصل عن التانية من ناحية المعنى ويمكنها ان تقوم بذاتها هنفصل جملتين عن بعض يبقى الإجابة بيقولك to sign into your account علشان تدخل على حسابك you will need your space and password محتاج طبعا ال username اسم المستخدم وال password وبكده نكون خلصنا الاختبار التاسع مش فضل لنا غير اختبار واحد أبطال وان شاء الله أقابلكم قريب جدا في فيديوهات تانية جاية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته